اشتركوا في القناة واختارت المجال اللي بيخليها تكون متميزة وبخليها تتميز فيه وهي فعلا مميزة دفتنا لليوم دنيا زيدان أهلا وسهلا دنيا أهلا وسهلا كيف حالك دنيا كله تمام أهلا وسهلا فيك دنيا شرفتين في قناة هلا حابين نعرف الجمهور عليك تعرفي كل المتابعين من هي دنيا زيدان شو بتعملي بحياتك أول شي أنا دنيا زيدان من قرية زامر المثلث طالبة جامعية خلصت سنة ثانية في مجال التعليم معلمة للغة العبرية والتاريخ معلمة ثانوية طبعا في المدرسة الثانوية مع مجال ثاني أنا حكمت كرة قدم صار لي بحكم أربع سنين فتت للمجال لأنني كنت لعبة كرة قدم من جيل لعشر سنين حاليا أنا خلصت ألعب كرة قدم حاليا بحكم كرة قدم وبتعلم وإنت صغيرة كان عندك طموح تكوني لاعبة كرة قدم؟ أكيد من جيل صغير لأنه أبوي مدرب كرة قدم هو اللي دعمني لهذا المجال نوجه له ألف تحية تسلام هو اللي وجهني لمجال اللعب كرة القدم ما كان ليش ولا أي فكرة من جيل عشر سنين عشر سنين أنا صف خامس تقريبا بالمضبوط بلجتي تلعب في دوري يعني كل أسبوع يكون في مباراة كل أسبوع مباراة مرتين بالأسبوع كان عندنا تدريبات لعبت تقريبا أربع سنين في فركة زيمر اللي هي كانت لأبوي بعد أربع سنين انتقلت لعبت ثلاث أربع سنين بفريق عامك حيفر اللي هناك وصلنا للدرجة العليا وهناك أنا استقلت يعني بأي جيل استقلت من كرة القدم؟ كان في سبب إصابة أو إيش معين؟ مش إصابة قرار شخصي بسبب أني بلشت أتعلم فما كان ليش أي وقت أني أظل أتدرب تقريبا خمس مرات في الأسبوع أو أربع مرات في الأسبوع غير أيام اللعبات ليش كررت عن جد أنه أتجه للتعليم وخلص أخلي الرياضة هواية أكثر؟ الصراحة أنا أنه فكرت كثير وكلت بدي ما كانيش كرار سهل؟ كرار صعب بس عرفت وين أتوجه لأنه أنا أنه حتات برأسي خلص بد أشكيها عنه بمجال التحكيم وبرضه مع أدمج إشي ثاني اللي هو أكون معلمة لغة عبرية وتاريخ اللي هو إشي مخصوش بالثاني مخصوش بالتحكيم طبعا بس معظم حكام العالم واليوم إحنا موجودين يعني في فترة اللي فيها يورو مظبوط مظبوط كثير حكام نشوفهم ممكن يكونوا أطباء أسنان كسم منهم محاميين كسم فعندهم المهن الأساسية في الحياة وبمارسوا مهنة التحكيم ووصلوا فيها لكثير مراتب عندك طموح توصلي لتحكيم بالدرجات عالية؟ أكيد أنا بحاول وبدي أوصل أول إشي بإسرائيل للدرجة العليا وإن شاء الله أكون أوصلة العالمية رح تكوني أول حكمة عربية في درجة العليا؟ طيب فيه اليوم في درجة اللي هي حكمة الخط اللي هي ماي معلم اللي اليوم أطلعوا الكرار إنها تكون في الدرجة العليا كحكمة خط؟ حكمة خط اللي هي عربية أنت حكم رئيسي؟ أنا حكمة خط برضو فيه فرق من ناحية تعالي نعرف المتابعين على المجال يعني فيه فرق من ناحية التعليم ومن ناحية ممارسة المهنة كحكمة بين حكمة الخط وبين الحكم الرئيسي ولا إنه ببلش الواحد كحكم خط وبعدين بيتقدم إلى أن يصير حكم رئيسي؟ لا أنت بتكرر شو أنت بدك أول إشي بحطوك اللي هو تكون حكم رئيسي أنا اخترت أني أنا بدي أكون بمجال حكمة الخط هيك أنا ارتحت لهذا الإشي طبعا من ناحية امتحانات الرياضة يعني مبحاني كوشر نفس المبحانين امتحانات اللياقة اللياقة البدنية هي تقريبا في البداية نفس الامتحانات والامتحان اللي هو النظرة نفس الامتحان فيش إشي بختلف بس اللي هو اختيارك أنت الشخصة وين تكون؟ جربتي يعني خلين نقول الوظيفتين هاي جربت الوظيفتين؟ شو أصعب من ناحية اللياقة بدنية؟ عنو يتبركض أكثر؟ عنو يتعب أكثر؟ عنو بده تركيز ذهني أكثر؟ أكيد الحكم الرئيسي عليه تنصب عليه كل الشتائن كل المسبات كل القرارات عنده؟ مضبوط اه بس حكم الخط برضو مش سهل يعني برضو بدك تركيز بدك تركيز مع اللاعبين تركيز كل اللعبة بنفعش انك تركز باشي معين وتدشر الباك اللعبة شو المواصفات الموجودة عند الدنيا اللي عن جد بتخليها تنجح كحكمة؟ انو وصلت اليوم انت في اي درجة بتحكمي؟ الدرجة الثالثة الدرجة الثالثة للكبار مضبوط يعني الاشي مش مفهوم دمناني الثاني هذا انجاز انك وصلت بجيل صغير يعني كدش صار لك اربع سنوات كلها بالتحكيم صورت بتحكم مئجال كبيرة وانا بعرف حكام كثير بقعد يحكم مفترات طويلة في مع اليلدين يعني مع الاولاد فشو الاشياء الموجودة عندك خلتك عن جد توصلي لهذه المرحلة انت وصلت لها اليوم؟ فيش اشي معين اللي اقدر احكيه عن حالة بعرفش يمكن انت بتحب المهنة؟ راح اروحت عليها على هاي المهنة عن حب اكيد اه اول اشي الصراحة ابوي سجلي لدورة اللي هي تحكيم ومدربات كرة قدم ما كان ليش ولا اي اه فكرة عن المجال ها بمجال التحكيم كنت بدي اجرب يعني مع اني بعرفش ولا اي اشي عنه بس كلامة كرة قدم بعرف اكيد اه اكيد كنت اعرف كل الكوانين بس انه اكون انا حكمة ما توقعتش نفسي بهاي المجال مجال اني اكون محكمة كرة قدم شوي شوي مع الوقت بلشت احس اني انا كثير بندمج لهذا الموضوع حطيت هدف قدامني راح اتقدم كثير فيه طبعا كان عندي كثير صعوبات وكان حواجز قدامي وانا مركة الصعوبات شو صعوبات الحواجز هاي اللي واجهت الدنيا في بداية طريقها كحكمة كحكمة اول اشي اول ما بلشت حكمة كرة قدم في السنة الاولى كنت اه يعني ناس يحكو لي انه انت شو خصك بالكرة قدم مع اني كنت لاعبة قبل يحكو لي هذا مجال بس مجال للذكورة اه طبعا اللي هو اشي طبيعي انه يكون مجتمع ذكورة فانا ما خليتش هاي البناء ادمين الاشخاص يؤثروا فيي كان في كلمات يعني محبطة وكانوا في اصوات يقولوا لك مالكو ما راجعها الراس وانت صبية ومش مناسب لالك تعمل هيك اشي كانوا اشخاص يحكو لي انت بس بالمطبخ اهه ما خليتش هذا الاشي يؤثر فيي اهه لحد اليوم وكليل ما بسمع هيك كلمات طبعا اهلي وكل عيلتي بيدعموني بهذا المجال ولا اي حدا بقدر يوقفني التشجيع اكثر من الاحباط غلب على الاحباط من البيئة اكيد 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 الناس اللي. اللي شجعتني. تشجع اكبر من الاصوات المحبطة. مظبوطة. واللي بيأثر عليك اكثر شو? من اي ناحية? من ناحية شو بيأثر عليك انت? بناحية قراراتك في الحياة? الاصوات اللي بتخليك اه تفكر بطريقة سلبية? ولا هاي الاصوات تتجاهليها? كيف تتعامل مع الاصوات? بالملعب قصدك ولا متحد? ممكن بالملعب يقولولك شون ويش جابين لحكمة? احنا بدنا حكم. ليش اه حكمة الخط يعني? الصراحة لما نأفوت على الملاعب الليعبين واللابين بستغربوا انه في حكمة كرة قدم اللي جاي تحكمهم. فبستغربوا ولا مرة سمعت اي كلمة اللي صارو يقولوا انه ليش جايبين حكمة حكمنا ليش مش جايبين حكم؟ بالعكس بشجعوني كلهم يعني تقريبا الكل شجعني بهذا الاشيي. مرات الجمهور كان يشجعني. صار لثلاث سنين مسمعتش ولا أي كلمة من الجمهور إشي غلط. يمكن كان أشياء اللي هي غلط يحكوها علي وأنا مسمعش أو أكون بعيدة أو إشياء أمن أنا مسمعتش تقريبه. هم غض النظر عن ذكر ولا أنثى الحكم دائما موجود يعني بمحط الأنظار ودائما الجمهور زعلان على الحكم. أكيد. صح؟ بذلك الشعب يلوم الحكم. بتشعر هذا الأشي أنه في لوم على الحكام تشعر أن الحكام رط بنظلمه في المثبات والإهانات اللي بيتعرضو لها وأنهم بيغشوا وأنه بيكون منحاز لطرف على طرف. أكيد طبعاً فيش بتلكاش كليل جداً ما بتلك أنه في حكام اللي بميزوا فرقة معينة لأنه عادةً بأغلب اللعبات بيكون عندك بيكون عندنا مفاكير اللي هو مفاكير ركابة ركابة من الاتحاد الكرة القدم هنا بإسرائيل اللي هو يفحصنا كيف إحنا على الملعب كيف نتعامل مع اللاعبين كيف إحنا منثبت حالنا على الملعب من ناحية التحكيم أشياء صحة منعمل نفاكير فيش أي سبب اللي خلينا نعطي إشي معين لفرقة معينة ونظلم فرقة معينة فيش هيك إشي. دنيا تسألك سؤال الموهبي ولا الإجتهاد؟ شو بترجح أكثر لنجاح الشخص في الحياة؟ أنا شخصيا إلي موهبتي أكيد موهبتي. الموهبي يعني كان عنديك موهبي في كرة القدم موهبي رياضي من صغر وهي يعني ساعدتك أكثر من الإجتهاد. أنت لحد قدش تعتبر نفسك إنسان مجتهد؟ تحاولي تجتهدي وطول وقت تطوري حالك تنمي حالك؟ أكيد الإجتهاد أول إشي ببلش من الإجتهاد بعدين الإجتهاد هذا اللي هو بيقودك للموهبة أنت بتجتهد للموهبة اللي إلك. هذا اللي خلاني أجتهد عشان أنمي الموهب اللي إليه وبرضه بمجال التعليم إذا أنا ما اجتهدت مش رح أنجح. بذلات أنه أنت تدمج العمل تبعك كحكمة وأنك طالب في كلية التربية في نفس الوقت. كيف بتوافق بين هاي الشغلتين وبنفس الوقت في عندك حواجز ممكن تكون اللغة حاجز تتعلم بمدرسة بكلية يهودية. برضو ممكن مش سهل الإشي كيف شايفي هذي الشغلات؟ السراحة أنا تأقلمت مع الوضع لأن كثير بتعامل مع ناس يهود وهيك. فشغلة اللغة مش صعبة تقريباً مش صعبة علي. أنا بطكن اللغة بشكل جيد جداً اللغة العبرية. فهذا الإشي اللي خلاني أسجل بكلية اللي هي يهودية مش عند عرب. هذه نقطة كثير مهمة على فكرة. أنا كنت أسمع من بعض الناس أنهم يخافوا يعني يروحوا على الجامعات العبرية أو الكليات العبرية. بالرغم أنه مرات الموضوع اللي هو حاب يتعلمه موجوده هناك. فهي دعوة لكل حدا بيشاهدنا يعني. إحنا خلنكون واقعيين وعايشين في دول اللغة الرسمية الأولى في هذه اللغة العبرية. ومهم جداً نكون متقنين لهذه اللغة. فكل حدا عنده شوية ضعف اللغة العبرية. هذه رسالة بنوجهها أنا ودنيا إلو. يشد حالك. ويتعلم اللغة العبرية عن جد كثير كثير منها. حابين نحكي معك الدنيا عن قيم النجاح. عن عادات اللي أنت بتعمليها كل يوم. كل إنسان حابب ينجح وعنده طموح يوصل لبعيد. في عادات معين بيعملها كل يوم أو على يعني مدار أسبوعي كل أسبوع مثلاً. عشان يطور حاله أكثر. مثل كراءة مثل مطالعة رياضة. شو الأشياء اللي أنت بتعمليها بتخليك عن جد يعني تقدر تدمج بين هاي الشغلتين. وتكون عن جد في تطور مستمر. أول إشي إحنا اليوم أنا شخصياً عندي فترة امتحانات. وبرضو بآخر شهر سبع عندي امتحان ليوكا بدنية في مجال التحكيم. عملي. عملي. فأنا بدمج بين الشغلتين هذول اللي كل يوم أنا بدرس المادة اللي عنده امتحانات فيها. وعنده أي إشي ثاني اللي لازم أسلمه للمعلمين. يومياً. بدرس وبطالح يعني مجبورة أعمل هذا الإشي. وكل يومين بروح بتمرن بشكل شخصي بعمل باركض بسهل معين أو بشط باركض. لازم لأنه إذا ما واضبت فيش على هذا الإشي مش رح أنجح. لا بالامتحان اللي أكل بدنية ولا بمجال التعليم. فبدمج بين الشغلتين. النوم والصهر بأثر على اللي أكل بدنية على الحكم. أكيد أه. أول إشي الصهر كثير بأثر. لما أنت بتصهر لما بدي أصهر قبل لعبة معينة بصحة مش مسحسحة. عكلي مش معاي بأعمل أشياء غلط في اللعبة. برضو بمجال التعليم لما أصهر مش بنفعش أكمل. بقدرش أستحمل الوقت اللي أنا أقدر أطالع فيه أو أركز بالحصة. لأنه يعني ممكن أنام. بتنظم وقتك ماشي حسب برنامج وحسب جدول. وعندك دفتر يوميات كل شي مرتب فيه ومنظم. ما بتنجري وراء الطلعات الإجتماعية والصهرات وهي الشغلات. طبعا أكيد في طلعات إجتماعية وأنا إنه دايما بعرف في حدودي بعرف وين أطلع وين تأطلع. حسب وين؟ الطلعات إجتماعية موجود، صهر موجود لمن فيش عنده امتحانات لمن بديش أطمرن بعد بيوم. حلم يعني في توازن ومعطي لكل إشي حقه. دنيا حبي نسمع منك كلمة أخيرة بتوجيها لكل الشباب والصبايل اللي بتابعونا. وجملة هيك ممكن يستفيدوها منك. خليكم ورا حلمكم ما تخلوش ولا أي بني آدم يأثر فيكم ولا أي كلمة تأثر فيكم. واللي هي تأثر على مجال حياتكم أو حياتكم الشخصية. دنيا زيدان حكمت كرة قدم وطالبة في كلية التربية من زيمر شكرا جزيلا لإلك شرفتنا اليوم. أعزائي المشاهدين بعد ما سمعنا هاي النصيحة الأكثر من رائعة من دنيا. كونوا أنفسكم كونوا ذواتكم. امشوا ورا أحلامكم وورا طموحاتكم. تسمعوش الأصوات اللي ممكن تحبتكم لحد ما توصلوا. وبعد ما توصلوا كل هاي الأصوات راح تتغير من أصوات محبطة إلى أصوات مشجعة. فاصل قصير وراجعين ونكملين في حلقة أكثر من رائعة خليكم معنا. هلا شباب هلا صبايا بدكم تشوفوا النجاح خليكم معنا. هلا شباب هلا صبايا بدكم تشوفوا النجاح خليكم معنا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع استضافة أشخاص مميزين ومع مجالات مميزة. أنا وعدت المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن اليوم راح أحكي عن نظرية اسمها نظرية المحيط. هذه النظرية كثير مهمة عشان ننجح في ممارسة موهبتنا ونحولها إلى مهنة وإلى كارير أو إلى نفتح مصلحة عمل. مهم جدا أنه نكون موجودين في محيط اسمه المحيط الأزرق. في محيط أزرق وفي محيط أحمر. المحيط الأحمر وهي النظرية من عالم إدارة وريادة الأعمال لكل صاحب مصلحة تجارية. ركز معنا منيح وفكر بالموضوع كثير 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 منيح. المحيط الأحمر المحيط الملان اسمه قرش. اللي بتتنافس بين بعض وبتوكل من بعض. والمحيط ملان دم عشان هيك لونه أحمر. هذا المحيط أي حدا جديد بفوت عليه راح يكون صعب إنه ينجح فيه. فنصيحة رواد الأعمال العالميين والكبار. إنك تروح على المحيط الأزرق وتبلش بفكرة وبمصلحة عمل موجودة بالمحيط الأزرق اللي فيه اسمك قليلة بتسبح فقط. وكل سمك ما أخذ مساحتها هناك. هناك ممكن تنجح أكثر. هناك ممكن تتميز أكثر. ضيفنا لليوم موجود بمجال ما في كثير منه في وسطنا العربي ونجح وتميز. وصار اسمه أشهر من نار على العالم. ضيفنا لليوم شكري مرعي المعروف باسمه الفني عم شوشو. عم شوشو أهلا وسهلا فيك في قناة هلا شرفتنا يعطيك ألف عافية نورت التلفزيون تلفزيون هلا. حابين في البداية طبعا أنت أشهر من نار على العالم الكل بعرفك كل المشاهدين بعرفوك. بس إحنا بدنا نكشف اليوم المتابعين تبعين هلا على عم شوشو الجانب الآخر ما وراء الكواليس الأشياء ما بتعرفها الناس. كيف كانت البداية كيف دخلت عالم فن الأطفال العالم اللي مش كثير معروف. فيش عنا حدا بيخلص ثانوية بيقول أنا بده روح على مجال فني الأطفال. بشكل عام مجتمع بيوجه الطيار بيوجه طب محمد ومهندسة بيوجه لأشياء اللي فيها كثير إشباع في السوق. مش ناقص يعني مهندسين مش ناقص من هاي المجالات. نقصنا أكثر فن أطفال نقصنا أكثر فنانين. كيف عم شوشو قدر يخترق هذه الحواجز المجتمعية وقدر ينجح ويعمل لحاله براند اسمه عم شوشو. أول شيء أهلا وسهلا فيكم جميعا في قناة هلا تحييي لك أخ وصديك علي رابي على البرنامج الحلوي اللي بتقدمه لأهل اللي يساعدك عزيزي. المنطقة طبعا والوسط العربي اللي إحنا موجودين فيه. طبعا من ناحيتي اللي يفوت على هيك موضوع اللي هو للأطفال والموضوع الطفولي لازم يبكى عكدها له فيها أول إشياء على أساس لأنه مش أي ولد ممكن يوصل لفرحة عن طريق أي شخص بقدر يكدم هذا المجال اللي هو مجال الأطفال. فكل شخص يعني له زي ما تقول له هواي معينة لله. هواي كانت هوايتك؟ أنا طبعا كانت هوايت هي من صغري يعني كنت أحب كثير الأطفال كنت أحب أشارك مع الأطفال يعني كان شغلي الأساسي في مجال ألعاب وكان في غرفة صغيرة هيك للأطفال كانوا يجوا فراك و... بأي عمر؟ كده كان عمرك؟ كنت في أول عمر بعد ما خلصت ثانوية بـ 18 تقريبا اتعلمت طبعا كنت في هذا الوقت كنت أتعلم محاسب اللي مضكك حسابات لقب جامعي تدقيق حسابات والحمد لله خلال التعليم كنت أشغي في هذا المجال الأطفال لأنه مستغنيتش عنه في البداية فأخبت الشهادة المضاككة كان مالي تعليم وخلصت ومعي الشهادة حطيتها على جانب حكيت بيجي وقتها ليه؟ لأنه أنا طبعا هوايتي كانت الأطفال كنت حابب أكمل مع مجال الأطفال لأنه تعرف الواحد بيقدرش يكون بشغلين بنفس الوقت صعب الواحد يتأقلم من شغلة حسابات لشغلة أطفال مجبور الإنسان يميز حاله يميز حاله يركز بموضوع واحد على أساس ينجح فاخترت في الآخر أكون مفاعل للأطفال وأكمل مشواري مع الأطفال بدون ما تتعلم، ما تعلمتش ولا أي كورس بأهلك للشغل مع الأطفال وإنما موهبة كانت هواية وموهبة إيش موجود عند عم وجوجه؟ طبعاً هي الهواية بشكل عام كل واحد يتعلم طبعاً أنا كبل ما أفوت على هذا المجال كنت أتفرج أشوف الناس اللي بيقدموا هذا المجال هل أنا أستطيع أوصل لهذا المجال أو أقدم هذا الإشي أو أسعد طفل أهم إشي عندي كان كنت كبل ما أفوت على هذا المجال أنا في قدرتي أن أسعد طفل أو أقدر أفوت في هذا المجال كان هيك أسئلتي في البداية طبعاً من ناحيتي كان شوي صعب في البداية، صعب جداً بس لما أول ما بلشت بحياتي في الطفول مع الأطفال طبعاً في عروضاتي مع الأطفال حسيت كدش الطفل متقرب لإلي كدش حبني لدرجة حتى لمعلمات شفن فرحة الطفل لعم شوشو طبعاً في البداية ما كانش اسم عم شوشو، كان اسم الشخصي ما كانش؟ أه، فأنا أخترت إشي أسهل اللي يكرب الولد ويعرف يحكي اسمي فكرة مين عم شوشو؟ فكرة عم شوشو أجت من الأطفال من نفسهم؟ من الأطفال نفسهم كنت أحكي لهم شكري اسمي طبعاً اللي كان يحكي لي شوشو؟ أطفال يعني بيدلعوا، بيحبوا يدلعوا يعني نقدر لديك شوشو؟ ندوني شوشو؟ حبيت الإسم لأنه سهل على الأطفال يعني بيقدروا يوصلوا لإسمي بطريقة سريعة جداً يعني أريح لهم من ما يذكروا اسم طويل مثلاً زي شكري اسم طويل بنعدل الأطفال فهيك رحت على مجال إنه أختار اسم اللي يكون يعني اسم الأساسي في شغلي فسميت حالي عم شوشو للأطفال نحن بنشد على إيديك عم شوشو لأنه عن جد يعني الإسم أكبر دليل إنه إحنا من أول حلقة بنستعمله وكثير معروف عم شوشو اسم كثير سهل ورنان وعن جد يعني أنت اليوم ما شاء الله عليك وصلت لمرحة تكوني براند بس عشان توصل إنك تكون بالمرحلة اللي أنت وصلتها اليوم أكيد مرت بصعوبات وبممكن إحباطات وممكن ناس مالكو ملاجع على الرأس خليك محاسب أحسن لك هذا بريستيج وهذا مكتب وعفودها مسرديت يعني شغل مكتبي أحسن شو بتحكي عن هذا الموضوع؟ أنا برجع بقول لك هذا الموضوع اللي أنت برجع بعيد عليه من ناحية بداية شغلي بهذا المجال لما أكون بين الأولاد لابس ألوان ولابس كذا يعني يحكوا لي يعني الأصحاب والأقارب يعني حوالي يعني يحكوا لي أنت متأكد إنك هذا المجال يعني تقدر إنك يعني تعيش من وراه مثلا أو تكون رزكة رزكة لإلك من وراه هذا المجال يعني صراحة غير هيك مش بس هيك الكلام المحبط أكتر ما فتش عليه ومش حابب أحكي يعني بس خلص من حكي عادي يعني أنه يعني يعني بحكوا لي يعني أنت بتستحيش مثلا تفوت على هذا المجال أطفال وتتفوت بينهم وكذا يعني أنك أنت تسير مثلا مفاعل والناس تطلع عليك إنك بصورة إنك مفاعل بس لا أنا ما استسلمتش سمعت كثير حكي من أقارب من أصحاب من اللي حولي طبعا يعني ما حدا صراحة دعمني ما حدا دعمني بهذا المجال ما كانش دعم؟ لا لا مناحد دعم ما كانش دعم كان الكل بحكي لي اهي مش شغلية أساسية لإلك كانوا شايفين إنه الحسابات أو أي شغل ثاني تقليدي أحسن لك لأنه حكولي الأغلب يعني أنت معك شهادة حسابات أنت يعني متعلم مجال منيح والكل مطلوب يعني مضكك حسابات مطلوب يعني جدا في المنطقة حاليا لأنه في كثير زي ما تقول مشاريع أعمال الكل بفتح ضرائب وهي الأمور فأنا خلص استمرت في مجال الأطفال وما سمعتش ولا لواحد وما خليتش ولا واحد يوط من مستوى شغلي لأنه أنا صراحة عامل الإشي من جوه جوه يعني من القلب إن أنا حابب الشغل ما فكرتش تتراجع لما كنت أسمع هاي الأصوات بذات من العيلي كنت أسمع العيلي إشي مخيف نوعا ما لما تحكي لك هذا الصوت اللي هو يعني ضد الصوت الداخلي تبعك أنا بحكي لك العيلي ما كانوش يحبطوني يعني 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 يحكولي إنه دشرك خلاص دشرك من هشوه كانوا يعني زي يعني يقولوا لي في مجال اللي تختاره محايدين نوعا يعني إنك تعلمت أنت روح مجال تعليمك كذا بس من نفس الوقت شايفين كدش أنا حابي بهذا المجال فكانوا يعني يهدوا شوه يحكولي خلاص يعني على مجال يعني دارة الأوسع من المجتمع هاي اللي كانت يعني تسمع هاي كلامه كبداية آه بس اليوم لما شافوا التقدم والتطور وكذا صار الكل يعني يعني يعرف إنه عمو شو شو كدير ووصل لمحل اللي يعني الحمد لله يعني الحمد لله إنه اليوم حدا بتطلع علي بهاي الصورة الكل بعرف إن رايح عمل حفلة بهذا المحل رايح عمل حفلة هاي الكل بصور أنا كأتبثت نفسك وأتبثت المجال تبعك بالضبط مية في المية فصارت أنا عندي طاقة إيجابية أكمل بالمجال وأكبر أزيد لما صرت أشوف إنه عمو شو شو مطلوب هذا بتتصل فيه بيحجز عندي حفلة إمعلمي بتتصل فيه الولاد حبوك بدهم إياك كمان مرة وكمان مرة إمعلمتي إمعلمي فوصلت لمجال إنه يعني أنا بقول الحمد لله إنه يعني مستسلمتش في البداية وقدرت أعمل كل هذا والسبب الرئيسي اللي خلاني أكمل بهذا المجال إنه شفت كداش فرحت لأولاد يعني وعننا هذا المجال إنه هذا المجال مش موجود مش واسع مش موجود مش متوسع أيوة مش كثير منافسين لهذا المجال مش عالمنافسة أنا طبعا أنا رحت على مجال إنه لازم يكون في المجتمع شغلة اللي تفرح الولد عن طريق شخص كبير إنه يصير بمستوى الأطفال يعملهم مثلا فكرة اللي تسعدهم يحسوا الولد يحس الولد باليعني إنه في واحد كبير زينا يعني في عمل حركات مثلا فالإشي كثير حبيته لأنه شفت الولد كيف بتطوره حتى الشخصية أطفالنا في المجتمعنا بحاجة بحاجة لفن الأطفال مية في مية أنا بفوت على عروض يبكوا أولاد مستحيين وكذا فأنا آخر الحفلة لو تشوفهم كيف بتتغير ومن المستحيين بصير عندهم طاقة وشخصية تتغير حتى المعلمات وواصلني هذا الولد بستحي كيف تفاعل معك بشكل عام بشكل يومي يبكى مستحي وكاعد وخجوم كيف تفاعل معك؟ خلال ساعة ساعتين خلال فترة كثيرة جدا يعني أنا يعني الحمد لله مش أنا بحكي هذا الحكي مني أنا أنا بسمع بسمع من الناس بسمع مني وطبعاً مبين الإشي لما الحجوزات عندي بشوفها يعني الحمد لله هاد بتصل من عدة مناطق شمال جنوب حتى النقب كل المناطق بتصلوا فيه وبحجزوا فهذا بالنسبة إلي نجاح كبير إني الحمد لله وين ما بروح اسمي موجود وناجح الحمد لله من نجاح إلى نجاح إن شاء الله عم وشوشوا إحنا مكملين معاك ورح نحكي معاك أكثر وأكثر إن شاء الله بعد الفاصل فاصل قصير وراجعين خليكم معنا تشوفوا النجاح خليكم معنا تشوفوا النجاح خليكم معنا كل ريادي أعمال وكل شاب أو صبي بفتح مصلحة تجارية جديدة بكون هدفه ينجح بس في إحدى الشغلات اللي بوكع بالخطأ فيها إنه بفوت على مجال مليء بالمنافسة بينما كيف ما حكى عم وشوشوا قبل الفاصل دخلت على مجال كان فيه نقص كلمة نقص معناها بلغة ريادي الأعمال في ثغرة ابحث عن ثغرة موجودة في السوق عن احتياج موجود عند شريحة معين من الناس ولبي هذا الاحتياج هذا اللي عمله عم وشوشوا لما دخل على مجال فن الأطفال وكانوا أطفال بحاجة لشخصية بالغة تلعب معهم وتلعبهم وتعملهم فعاليات ترفيهية تربوية وهذا اللي قام فيه وبهذا السبب وبسبب إنه سكر هاي الثغرة هو نجح ووصل لوين ما وصل اليوم بالإضافة لهيك كل شخص نجح في مجتمعنا وفي العالم كله كان عنده صفات وعادات بتميزه يمكن مش موجودة عند غالبية البشر عم وشوشوا سؤال شو العادات اللي انت حريص إنك تعملها سواء بشغلك أو بحياتك الشخصية سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي؟ من ناحية العادات اللي أنا لازم أهتم فيها أكثر وأكثر وأكثر هي نظام الحياة لازم يكون نظام وطبعا النظام إشي كبير بالنسبة لشغلي بالنسبة لحفلاتي بالنسبة للحجوزات الناس اللي بتحجز عندي بتحجز عندي في ساعة كذا المفروض أكون كبل الساعة تلتزم بالساعة لازم ألتزم أكون حتى كبل الساعة اللي هم حجزوا فيها على أساس التحضيرات وأبلش بالوقت المطلوب طبعا أنا كثير باهتم بهاي الأمور أني ما أتأخر ولا على أي حدا من الأشخاص اللي طبعا حجزوا لأنه هاي الثقة وثقانين بشخص اللي جايبينه فأنا مجبور أكون على كد الثقة على أساس ما أخيي بظن أي حدا في أنا كعم وشوزة تخافش من المسئولية لأنه هاي مسئولية كبيرة أنه أنا صاحب مثلا أنا مدير مدرسة وعندي هسا خمسمائة طالب ومساعة تسعة من شوشة سيكون موجود عندي مسئولية ليش مش سيل بتخاف من هذه المسئولية ولا ما عندكش مشكلة بتوجيها والحمد لله يعني كاين بالواجب وزيادة أنا من ناحية مسئولية طبعا من هاي الناحية أنا أبدا ما بخاف منها ليه لأن كفار تعودت على أساس طبيع شغلي كيف أبلش كيف أنهي وينت أروح وينت أطلع حتى بعمل حساب بالطريق في أزمة سير بطلع كبير أنت اللي تنظم الأوقات استعاد وينت أطلع وينت كل هذه الشغلات أنت بس قوي عنها أنت بتدير المصلحة التجارية تبعتك بنفسك أكيد أول إيش زبون إيش بده أي تاريخ طبعا هو بنظم معي التاريخ مش أنا بحكيله طبعا بعطي راحة الزبون إذا في عندي مجال في هذا اليوم فأنا أكيد بعطيه بس طبعا لما بعطي أنا هذا التاريخ طبعا مش يكون عندي حجز لحد ثاني بنفس الوقت طبعا بعطي وقت أطول من اللازم لحتى أروح على عرض ثاني إذا بنفس اليوم بيكون عندي عرض أو عرضين أو يعني نحكي بهاي الطريقة أنه يكون عدد عروض بنفس اليوم برتب كل عرض وببعد مسافة وقت أطول من زي ما تقول اللازم لحتى ألحك العرض الأول أخلصه براحتي بدون أي ضغط أنتكل على العرض اللي بعده براحتي مش أكون بضغط ويلا عندي عرض أنا ما بدور إنه بس بدي أعمل عروض لا أنا بدي أعمل العرض براحة نفسية حلوة وأبكى مرتاح بنفس الوقت ما بدي أضغط حالي إنه يلا عندي كمان عرض وعندي عرض وعندي عرض عندهم يكونوا مرتاحين معي مش أروح يلا لازم أبلش لازم أنهي كذا بعطيهم راحتهم بروح على الساعة كذا بتأخروا ناس تعرف تأخرات موجودة بشكل عام تعمل الحساب تعمل الحساب إنه ممكن في مجتمعنا مش الكل بيحترم الوقت لهيك أنا بعطي وقت أطول إذا عندي كمان عرض بعطي وقت أطول من اللازم من اللازم على أساس ما يصير تأخير للعرض اللي بعده لأنه مش دمه طبعا عندي النظام وترتيب الوقت هذا إشي أساسي بحياتي غير هيك الصهر أهم إشي عندي الصهر مستحيل بالذات لما في عندي عروض الصبح لما في عندي عروض الصبح لازم خلص أنهي أموري في وقت كديش أبدر على أساس أجهز حالي للصبح لأنك كدك تروح تعمل عرض للأولاد لا تقدرش تروح وأنت مغمض عين ومفتح يعني طبعا فأكيد لازم تكون مصحصح ومفتح للأولاد لازم يكون في عندك طاقة لأن الطاقة بتوصل يعني بالضبط لازم أروح بطاقة إيجابية مش بطاقة نايم وإيش بدي أساوي لهم وإنت ضي خلاص العرض وكذا لا طبعا على قصة العرض وكيف ممكن نعمل ونساوي شو محضرنا لليوم شو الفعالية لك عملنا إياها؟ أول إشه أنا بكدم في العرض اللي بعرفنيش طبعا بجوز في ناس ما بعرفون أول مرة بتعرفوا علي أنا بكدم في العرض عدة فكرات مختلفة من فكرات خفة إيد فكرات ترفيهية ركس دمى كل مرة بضيف فكرات معينة لما الولد يمل من عروضي في إبداع مستمر في تجديد دائما في تجديد وهذه المرة أنا طبعا في عرض فقاعات وجبت لكم طبعا هذه المرة عرض صغير حتى نعملوا طبعا بيننا الأطفال اللي بيشاركونا خليهم يشوفونا ويشوفوها العرض الفقاعات طبعا العرض تفضل أنا كنت أحكي لك أن أنا كنت متعود أشوف عرض الفقاعات مع أدوات ومع حيب تنفخ فيها أنا بحكي لك بصراحة عندي الأدوات عندي الأدوات بس ما جبتهنش لأنه ما في لزوم الهن من بعض هذا الإبداع ما هو ما في لزوم الهن بعد اليوم ما في لزوم للأدوات ليه لأنه اليوم في أصابع دين هن اللي بعملين العرض تعلمني كم الأطفال لو تتعلم كثير صعيب بده مهارات كثير يعني حتى بحكي لك كمان شغلي اليوم صرت كما أنا صار عندي مهارات صرت أمشي على عجل بسكليت واحد عجل واحد طبعا عرض سيرك يعني حتى خلال العروض طبعاتك بالعرض نفسه بقدم عرض سيرك طبعا كوميدي كله كوميدي من أول إلى آخر حتى العجل حتى فكراته خفة الإيد بعرفش أصحر بعمل شغلي بعرفش أصحر لولاد طبعا يضحكوا علي يقولوا أنك تعرف الشيء فأنا بختار الولد هو الولد نفسه بخليه يشارك معاي في العرض في فكرة الخدع هو بصحر معي بعمل فكرة طبعا السحر هو خدع عبارة عن خدع بصري خفة ياد يعني خفة ياد فاليوم إن شاء الله أنا جايب لهم فكرة بالفقاعات وبدون الماكينات بدون الأدوات طبعا صبوني طبعا هاي صبوني اللي أنا بجهزها عندي في البيت قبل ما أطلع على العرض على أساس أكون جاهز مش أروح وأقعد أجاهز فيها في الوقت العرض حابين نورجيهم للأولاد الحلوين اللي بيشاركونا كثير حابين أنا واحد طبعا في البداية لازم نحط عائدين كثير صبوني على أساس تمسك الفقاعة في الإيد نطلع لهم أول شغلي نعم بعملهم هاي الطريقة يا ولكن يا أولاد يا ولكن ده بتعملوا مشاكل لأ بابا وماما طيب شايلكم؟ مشتعملوا مشاكل لأ بابا وماما بدي أطلع لكم من هاي يعطيكم كمان فكاعة ييس أيوه يلا رطيكم كمان فكاعة يلا خدوا كمان فكاعة واو هيا 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 خدوها خدوها هيا لكم هيا خدوها هيا لذفكاعة هيا راحط يعني الفكاعة وين روحت فيها هيا للأولاد مش إلاك باي يعني أخذ لنا الفكاعة لفكاها خلاص أنا هادي أعملكوا فكاعة من قلب شوفوا شوفوا هالقلب أرجع أعملوا زي قلبي الحم لأنه كلنا منحب بعض منحب بابا وماما طلعوا كيف ده طلع لكم فكاعة من كلب هذا الكلب الحم واو واو الله 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 ايه ايه بدكم بدكم نلعب بالفكاعة شو رايك نلعب فيها الفكاعة طلع دعم لهم فكاعة كبيرة ونلعب فيها يلا يه ضدح 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 فكاعة شوفوا شوفوا بدي أحط بكلب الفكاعة كمان فكاعة فوق فكعة الفكاعة كمان وحدي كمان وحدي يلا 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 كمان وحدي كمان وحدي هاي كمان وحدي نحط بكلب هاي الفكاعة كمان فكاعة تعان شوف ده بتزبط معي هالمرة يا ولاد يه شوف يعلي شوف الفكاعة يعني شوف نلعب فيها كمان ايه كمان وحدي تعان حط كمان وحدي طبعا قدش صار الفكاعة كمان ايه تفرج تفرج مال أحلاها طبعا في كمان شغل حلوي منقدر نركز مع الفكاعة يو نركز شوفوا تركوا سمع الفقاعة شوفوا ايش كمان دعم الفقاعة هيك ونحركها يلا روحين دي المشاهدين روحين دي الأطفال تعرف ايش كمان بقدر أعمال بقدر أعمال بكل أصابع دي فقاعات تشوف يا علي نورج الأطفال اللي بيشاركونا يلا شوفوا 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 هاي هدي من عمشوشو لكل متابعين برنامج وأكبر فقاعة لهم أكبر فقاعة لأنهم حلوين واو أحلى فقاعة لأحلى أطفال أحلى متابعين قناة هلا من عمشوشو يعطيك ألف عافية عمشوشو رائع 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 عن جد يعني من أجمل طبعا هذا إشي بسيط من فكراتي طبعا في عندي عدة فكرات أكبر وأكبر لا هاي إشي جديد ومهم جدا عن جد يعني بالذات في مجالاتي اللي هي فنية أكثر مثل مجالك يكون إنسان مبدع أكثر عن جد ما شاء الله عليك شاب كاريزماتي شابي عندك طاقات كثير حلوة بشوش ومبتسموا شخصيتك أكثر من رائعة كثير تشرفنا باستدافتك اليوم وبنتمنى يعني توجه كلمة لكل شاب وصبي بتابعنا حابب ينجح في مجال اللي المجتمع مش كثير بيشجعه ومش لك يدعم شو بتحكي لهم؟ أنا من ناحيتي كل شخص وكل مبتدئ لشغل معين أو حابب يفوت على شغلي ومتردد بسبب الناس وحكي وكلام الناس صدقني بظل متأخر بحياته كثير المفروض خلص قررت حبيت موضوع معين حتى لو شايف فيه مجال كمل فيه لأنه راح ييجي يوم ويركاله مجال مثل شغلي أنا كنت فيه يعني كنت فيه هذا المجال وعارف أنه مش كل الناس بيجيبه وبيعمل عروض مش كل معلمات وكذا بس أنا كملت في المجال على أساس أنه أنا حابه ولما الواحد بيحبه المجال اللي هو فيه أكيد راح ييجي يوم ويبكى هذا المجال متوفر في كل محل فكل شخص أي شغلي مش لازم يكون يعني مجال موجود ولا مش موجود كل واحد بحب مجال معين يروح علي أنا بحب مجال مضكك الحسابات عشان هيك روحت عليه بس بنفس الوقت كنت أحب أكثر مجال شغل للأطفال فاخترت بالآخر مجال واحد لأنه ما بقدر أشتغل بشغلتين على أساس أني أنجح أوصل مرحلة اللي أنا بدي إياها على أساس يكون عندي شهرة معينة بين الناس فاخترت مجال الأطفال لأنني حبيته أزياد من أي مجال معين كل شخص بحب المجال تبعه يستمر لأنه راح ييجي يوم ويشوف حاله ناجح بدون ما يتردد شكري مرعي المشهور بعم مجوش ومحول الأطفال شكرا جزيلا لإلك نورتنا نورت استوديوهات قناة هلال في مدينة الطيبة وإنتوا أعزائي المشاهدين شكرا لإلكم على حسن المتابعة وكالعادي نلتقي كل يوم ثلاثة ساعة ثمانية بطوقيت الكدز الشريف معكم علي رابي شكرا جزيلا للمتابعة تبعدكم ونلتقي الأسبوع القادم وإلى اللقاء سلام اشتركوا في القناة